اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية ونبتدي اول فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد بعنوين الصحافة يكون معنا الكاتب الصحفي استاذ طارق سعيد مدير تحرير جريد الكرامة صباح الخير طبعا يعني يوم اودي تاريخي يعني انبارح كانت ذكرى موقعات الجمل وتم احياءها من بورتوتورا بالشكل الملائم خلينا نتكلم ناخد الاربار من اولها الاهرام الصفحة الاولى مجزرة ابكت نصر برلمان الثورة يتهم وزير الداخلية ويشكل لجنة للتحقيق في مسبحة بورسعيد ومن نفس الصفحة النائب العام استجواب مدير الاستاذ وستينة متهمة ومن نفس الصفحة الاولى منشط 28 حزبا وحركة اعتصم بالميدان اليوم وغدا ونتنقل للمصر اليوم ثمن الدم محاسبة العسكري ومحاكمة الداخلية منشط صفحة اولى ومعامل شدتاني مصادر لمصر اليوم شخصيات امنية والرموز في الوطني وراء الاحداث والشروق الصفحة الاولى البرلمان يحيل محاكمة وزير الداخلية الى التشريعية ومرشحه الرئاسة يفتحون النار على العسكر والمصر اليوم الصفحة التالتة خمس مجازر في عهد تلاس حكومات بعد التورة خلفت 180 شهيدا و1850 مصابة وبرده من الصفحة التالتة في المصر اليوم اقتلاف ضباط الشرطة احداث بورسعيد مدبرة لإثارة الرعب بين المواطنين ومن برضه من المصر اليوم الصفحة التالتة الاتحاد الاوروبي يطالب بلجنة تحقيق مستقلة لكشف اسباب مأساة بورسعيد واخر خبر من الشروق الصفحة التالتة القبضة على العقل المدبر لحادثة سرقة بنك HSBC ناخد الأخبار من الأهرام الصفحة الأولى نبتدي مجزرة أبكات مصر برلماني التورة يتهم وزير الداخلية ويشكل لجنة للتحقيق في مسبحة بورسعيد الحقيقة أنا عايزة ألتقط الخط اللي انت قلته انه يوم تاريخي لا هو مش يوم تاريخي هو يوم يخرجنا خارج التاريخ يعني مصر قبل الثورة كانت خارج التاريخ علىها مش التاريخ على ضفاف التاريخ مصر بتقولها السياسي والجغرافي وتاريخها كانت خارج التاريخ جات الثورة بتحاول تدخلنا داخل التاريخ مرة أخرى وتعدنا إلى دورنا ما حدث هو أحد الأشياء اللي بتحاول تخرجنا خارج التاريخ مرة أخرى وترجعنا إلى وضعنا السابق قبل الثورة أنا عايزة أعلق هنا على برلمان الثورة ده بن قصين لأنه فيه ناس كتير بتقول بعد ما جرى من أحداث وبعد ما يقيل في برلمان الثورة اللي هو تحاول إلى هاية بارك كل واحد يقدر يقول اللي هو عايزه لكن في النهاية فيه أغلبية برلمانية بتقرر ماذا تريد بالزبط ولا ديها من الأسباب لذلك تبقى ترى أن القرارات البرلمان البرح كانت كافية و هل تعتقد أنه رد فعل الشارع بيقول إن هي كافية بالنسبة له؟ لا فيه حصل خزلان لمعظم الناس من قرارات ما يسمى ببرلمان الثورة تمخد برلمان الثورة فولد لجنة تحقيق لو حصل لو حدث ما حدث في عهد النظام السابق كان برضو حتتشكل لجنة تحقيق و لجنة تقصي حقائق إذا أردت أن تقتر شيئا فشكل له لجنة فشكل له لجنة ولجنة تنبسق من لجنة ولجنة تنبسق من لجنة و شوية أوراق تتستف وبعد كده كان شيئا لم يكن المسألة هنا أنه الأشياء واضحة الأشياء واضحة أنا لا أتحدث عن أن هناك أن التاريخ مؤامرة ولكن هناك مؤامرة في التاريخ تصنعه أحيانا إحنا بنتكلم عن ما تشكوره الفريق اللي هو المصري منتصر و غالب الأهل بهزيمة سقيلة ثلاثة واحد ليس معتادا أنه الأهل لما يخسر في برسعيد يخسر ثلاثة يخسر واحد يعني يعني نتكلم عن جماهير ده إنخسر يعني آه بتتكلم عن جماهير منتصرة مفيش داعي أبدا أن هي تنزل أنا أولا بداية أبرق شعب وأهل برسعيد هذه المدينة الرمز بما حدث كلنا يا فندم كلنا يا فندم مدينة تاريخية لها ناس أفاضل ليهم أفضل على البلد لي علينا كلنا فيه أشياء لو إحنا عادنا نفكر فيها هنقول لا لازم نقف شوية ونحط أكثر من علامة تسفهام وأكثر من علامة تعجب ومنحتاج هنا أجوبة على أسئلة مشروعة جدا جهة سيادية أبلغت الجهات المسؤولة في برسعيد أنه فيه بلطجية دخلوا المدينة ولم يتحرك أحد نمرة اتنين لم يحضر المحافظ ولا مدير الأمن نمرة تلاتة الاستعدادات الأمنية لمطش من هذا النوع أقل بكثير من المعتاد فيه وقت أنا عايزة ديفل حضرتك حاجة مش أقل على فكرة وبالتحليل وبالصورة وبالتقديم والتأخير قوات الأمنة لم تتحرك بل فتحت الطريق إلى جماهير أو مش الجماهية مش هنقول الجماهية أو للاتجاه أو يعني أنهم يبتجهوا على جماهير الأهلي ودي مصورة ممكن الناس كلها يتشوفها نمرة أربعة وده كلام خطير جدا قاله الدكتور أكرم الشاعر أن له صديق اسمه الدكتور محمد عفيفي أستاذ جامعي كان اشترى تذاكر للمباراة هو وأولاده وأبلغ الدكتور أكرم الشاعر أنه مش هيروح المطش لأنه عنده معلومات بتقول أنه في حاجة هتحصل في الاستاد يعني المعلومات متوفرة من من أماكن كتير جدا أهمها تقرير الجهة السيادية التي أبلغت المسؤولين أنه في بلطجية دخلوا برسعيد ومع ذلك لم يتحرك حصل الحدث لا يمكن على الإطلاق تصور أنه ناقف مات شكورة يموت فيها أربعة وسبعين يعني دي مسألة أنه في جزئية تانية من شهادات الأولاد يعني اللي نجوا أنه الباب بتاعهم اللي هم بيخرجوا ويدخلوا منه كان مغلق كان مغلق كان مغلق وده اللي سبب تدافع والناس ده غير الضرب والأتداء عليهم أنا هنا بتكلم عن بلد بقاله أكتر من أسبوع بيتسخن أمنيا وسياسيا ليس مصادفة أنه يوم 30 يناير اللي هو ذكرى الإنفلات الأمني الأول 30 يناير 2011 كانت ذكرى الإنفلات الأمني الأول وانسحاب الشرطة في هذا اليوم بدأت حوادث السطو المسلح بشكل علني يعني لا أتحدث إحنا شفنا اليوتيوب بتاع البنك اللي سرق الراجل واقف الشارع برشاش يعني بنقول حد بيبعث رسالة وعشية ذكرى موقعة الجمل تحصل مسبحة برسعيد إحنا بنتكلم هنا عن حد بيبعث رسالة معينة بيقول نحن موجودين على الساحة نحن قادرين على تحريك الأحداث نحن الأقدر على قيادة هذا البلد إلى أي مصير نحن نريده فيه طرفين في الصورة لسه في الصورة ما تكلمناش عنهم في المجلس العسكري وفي الحكومة وما بين قصين دكتور كمال الجنزوري ما قلعش يومه كان بقى له يوم لما كان في المجلس فالك شايف الحكومة كان موقفها إيه والمجلس العسكري المجلس العسكري كعته جدا متباطئ في اتخاذ أي قرار ودي أحد سمات عصر مبارك كان يتباطئ في اتخاذ القرار فترتفع مطالب الناس أكثر فأكثر حكومة الجنزوري طبعا الراجل مسكين ما قلعش الجاكت بتاعه وأنا عايز أقولك الناس بتتندر على رئيس وزراء حكومة ما سموها حكومة الإنقاذ الوطني المجلس العسكري هو مدان ويتحمل المسئولية عما جرى حكومة الجنزوري مدانة أقل شيء كان ممكن يحصل مبارح في البرلمان أنه المجلس العسكري يحترم برلمان الثورة يحترم برلمان المنتخب ويبعت مندوب زي ما رئيس الوزراء جي ووزير الداخلية جي النص فرحانة جدا في البرلمان للأسف بتقولك أننا أول مرة يجينا وزير داخلية من خمس سنين أنتوا مش فاهم أنتوا بتتعاملوا إزاي يعني كمان بعد الثورة لما يجينا وزير مجرد وزير داخلية يبقى دا شيء يعني حدث غير عادي نتكلم عنه أنه انتصار أنه لما يطلع رئيس الوزراء يتحدث بكلام لا علاقة له بالموضوع ويقول أن أنا مظلوم وفي النهاية كلها تتحملوا المسؤولية السياسية كان يعني الشيء اللي كان لازم يهدئ الناس هو إقالة حكومة الجنزوري ومحاسب التقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى التحقيق فورا تحولهم وتحولهم إلى المحاكمات ومحاسبة المجلس العسكري عما جرى لن يشفي غليل ناس وأنا أقولك النهاردة في مليونية حاشدة ضخمة وغاضبة أرجو أن لا تتحول إلى كاريسة كما يحدث في كل المليونات السابقة كما حدث نعم برح بالليل كانت الاشتباكات في شارع محمد منصور بقى خرج من محمد محمود بقى محمد منصور والشوارع المحيطة بوزارة الدفنية وآخر رقم سمعته ستمية وحاجة مصاب واثنين قتلة في السويس فالنهاردة على حضرتك بتقوله المتوقع إيه هناك غضب عارم لا يمكن كبح جماحه بالكلمات الوردية وأننا نتحمل المسؤولية وأن مصر مش عارف إيه وكل الكلام الإنشائي اللي بيتقال في هذه المناسبات يجب أن يكون هناك مصارحة فمصالحة فتقديم المسؤولين للمحاكمة والاعتذار الواجب للشعب المصري والاعتذار الواجب لضحاش وده أنا لغاية دلوقتي مش قادر أنسى صورة طفل عنده 15 سنة اسمه أنس حتى سموه الطفل في الصحافة سموه الطفل الضاحك أو الطفل الباسم إيه زنب أنس ده اللي راح يشجع فريقه فيموت وهو عنده 15 سنة الله يرحمهم ويصبر ليس مبررا وليس مفهوما أنه يموت ناس في أحداث محمد محمود ومسبيره ومجلس الوزراء وخلافه وليس مبررا بأكثر وليس منطقيا أكثر أن الناس راح تشجع فريقها في ماتش كورة يموت منهم 74 دي كارسة بكل المقاييس خلينا نكمل أخبارنا وأنه يعني الخبر التاني من الأرامة صفحة الأولى برضو يعني الخبر التالت بيقول أنه 28 حزبنا وحركة تعتصم بالميدان اليوم وغدا ده احنا تكلمنا فيه دلوقتي أنه النهاردة في مليونية لكن الخبر التاني النائب العام استجواب مدير الأستاد وستين المتهمة ده كبداية أنا عايز يعني لازم يقول لنا الستين المتهمة دول قبض عليهم بناء على إيه قبضوا طالب الناس كانوا ماشيين جنب الأستاد موجودين جوه الأستاد ما فيه الأستاد اختلط الحبل بالنبل الموضوع هنا الموضوع هنا من الذي وراء هذه الأحداث هو ده الموضوع لكن تقبض لي على ستين على ستمية على ستلاف ها النائب العام ينزل ويستجوب النائب العام نزل في أماكن كتير واستجوب بنفسه واستجوب في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وكل ما حدث من مجازر ولم يتمخد الأمر عن شيء أنا المطلوب هنا اللي يوجد في غليل الناس يقولوا مين اللي بيحرك مين اللي بيدفع فلوس مين اللي بيحرك البلطجية اللي موجودين في هناك مية وستين ألف بلطجي مسجلين في وزارة الداخلية أعطاهم النظام السابق شرعية عندما كان يستخدمهم لضرب المعارضة في الانتخابات أنت أعطيت البلطجة شرعية أنت تعلم أماكن البلطجية بالذات تقدر تقبض عليهم انشئت ولا يتحرك أحد في 72 ساعة ممكن البلطجية دولة يبقوا موجودين في السجون أنت استخدمت القوانين الاستثنائية لمحاكمة الصوار وأحلتهم لمحاكمة عسكرية وتركت البلطجية في الشارع يفعلون ما يردون ده كلام لم يعد مقبولا وإذا لم يحدث تصرف سريع مفيش زابط مباحث في أي اسم في مصر وقت حد مش عارف البلطجية اللي عنده هم مين بالزبط ومش عارف أماكنهم وأحيانا ممكن يكون بيستخدموا دي مسألة يعني نخلص بقى نخلص من الكلام ده احنا دلوقتي بنتكلم النهاردة الوضع متأزم والشباب في الشارع والنس اللي نازلة في الشارع بردها بليف جدا ان هي مش مصدقة انه في حاجة تحصل ولا حاجة غير ومعجبهم مش لك نردهم على اجتماع البرلمان المبارح طب مين يعني ازاي ننزع فتيل هذه الأزمة اللي احنا فيها مطلوب من مين ايه مصارحة بما حدث احنا بنكلم في خرارات خريعة مصالح وتقديم في كل الجناة تقديم في كل المسؤولين عسكريا كان ام مدنيا للمحاكمة حتى الآن سوف مر قد ايه على مسبحة مسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء المقبوض عليهم هم المدنيين اللي هو يعني رايح يتظاهر وراح يعبر عن رأيه لكن قولي في جاني واحد متهم واحد غير المدنيين تم تقديمه للمحاكمة لا يا فندي لم يحدث واشك ان ذلك سيحدث اذا لم يحدث ذلك اذا دا ما حصلش انا يعني انذركم انبئكم انو حالة الغضب العام الموجودة هي اسوأ من حالة الغضب العام التي كانت موجودة قبل 25 يناير 2011 لانه الموضوع بقى انا بتحرك على دم بتكلم عن دم واعتقد انت بياخدنا لخبرنا الرابع من المصري اليوم الصفحة الاولى ثمن الدم محاسبة الاسكري ومحاكمة الداخل لا اقل من ذلك لا اقل من دا اقل مما يجب واقل مما ينبغي انا بقى طالب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتقديم اعتذار للشعب المصري عما حدث في استاد بورسعيد وبقى طالبه بتقديم الجناه بسرعة تقديم الجناه للحساب اذا كان برلمان الصورة خزل الصورة ولم يقدم احد ولم يتخذ قرارا جريئا وشجاعا باقالة حكومة الجنزوري وهو يملك ذلك اذا كانوا بيقول ان احنا السلطة التشريعية انتقلت الى مجلس الشعب يملك اقالة حكومة الجنزوري وسحب السقة منها وتشكيل حكومة انقاذ وطني تعبر بالبلاد هذه المرحلة الانتقالية الامر الاخر تقصير الفترة الانتقالية بغض النظر عن كيفية نقل السلطة ومحل اتفاق من كل القوة والاحزاب والطيارات السياسية وشباب السورة يجب ان يتم ذلك فورا وفي اقرب فرصة حتى يكون لدينا رئيس مدني منتخب يفهم في السياسة ويفهم كيف يدير المرحلة العصيبة التي تمر بها قبل ذلك يجب ان تحدث حالة من التصالح العام هناك غضب مكتوم في النفوذ دي مسألة منتهم طيب وستصر عشان بس الوقت ما يعديش من قبل ما ناخد بقيت اخبارنا لانها الاخبار كلها مرتبطة بالاحداث اللي حصلة فخلينا ناخد الاخبار بالترتيب ونقول عنها كلمة قصيرة عشان نخلصهم قبل ما وقتنا يقلص المصري اليوم المصر اليوم شخصيات امنية ورموز في الوطني وراء الاحداث طيب دي مصادر رفيعة المستوى يا ايتها المصادر رفيعة المستوى صرحت للمصر اليوم انه هناك شخصيات امنية ورموز في الوطن وراء الاحداث لماذا لم يقبط على يوم حتى الان دي ل sending المصادر ليه مطلق الصراح الصفحة الاولى البرلمان يحيي المحاكمة وزير الداخلية للتشريعية ومرشحه الرئاسة يفتحون النار على العسكر محاكمة وزير الدخلية للتشريعية ستقرر لجنة والجان ثم لجان ثم لجان طبعا مرشحة الرئاسة كانت وقف مدير أمن بورسعيد بدل ما يتمين أذكر منهم تحديدا حمدين صباحي وعب منهم الفتوحهم الأكثر جزرية في التعامل مع الأحداث والأكثر مطالبة بمحاسبة المجلس العسكري ومحاسبة حكومة الجنزورية عما حدث المصر اليوم الصفحة الثالثة خمس مجازر في أهد ثلاث حكومات بعد التورة خلفت 180 شهيدا و1850 مصابر ده طبعا كلام زي ما أنا قلت ده إحنا بنتكلم على شهداء ومصابين بعد الثورة بعد الثورة عظيمة عشان كده بقولك حالة الاحتقان العام زيدة في غضب مكتوم وفي قرارات يجب أن تتخذ المصر اليوم الصفحة الثالثة اتلاف ضباط الشرطة أحداث بورسعيد مدبرة لإطارة الرعب طيب دول زباط واقتلاف بقولوا أن هما زباط شرفاء وبقولوا أحداث بورسعيد مدبرة لإسارة الرعب طب يقولوا لنا التفاصيل نتمنى المصر اليوم الصفحة الثالثة الاتحاد الأوروبي يطالب بلجنة التحقيق مستقلة لكشف أسباب مقاسات بورسعيد والخبر ده تحت خط جدير جدا لأنه كمان يعني الاتحاد الدولي يصرح الكرة القادمة يصرح أن دي أسوأ كارثة رياضية حصلت في التاريخ هو الاتحاد الدولي يصرح دحق لكن الاتحاد الأوروبي يطالب بلجنة أيا كان ما يحدث في مصر وأيا كان الخلاف داخل مصر أنا ضد أي تدخل أجنبي في الشأن المصري سواء بقى من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أيا كان شأنه خارج مصر أنا أرفض التدخل في شؤون مصري سواء بقى أمريكا الاتحاد الأوروبي أي جهة ما يحدث في مصر هو يظل داخل مصر ويخص المصريين صلتا بعد موقف السفيرة الأمريكية يخص المصريين فإحنا بنشكر الاتحاد الأوروبي وبنقول له شكرا إحنا مش عايزين منك أي كلام وآخر خبر من الشروع مصف حى الثالثة القبض على العقل المدبر لحياة سارقة بنك أش أش근 لأ ده القبض على اليد المنفذة اليد المنفذة آه لكنه مش العقل المدبر عماد عبواها به اللي يزرقين أنه هو آه 33 سنة مقاول تقريبا ده مش العقل المدبر ولا حاجة ده اليد المنفذة فين العقل المدبر اللي هو دبر حادسة البنك أش أس بي سي وعربية نقل الأموال ومكتب البريد يعني خمس حوادث سطح ومسلح في يومين دي مش صدفة ده يد منفذة مش عقل مدبر أستاذ طرف سعيد مدير تحضير جريت الكرامة نورتنا نتمنى نتقابل في الظروف أحسن الله يخليك شكرا مشاهدين دي كانت فقرتنا فقراتنا مستمرة معاك وحتى الثانية زهرا تابعونا